جالي سؤال بيقول لي اشتري الريلمي سي تلاتة وخمسين ولا اشتري الريلمي سي تلاتة وستين وعشان نجاوب على السؤال ده خلينا نوضح بعض النقاط في الفيديو ده مبدئين السي تلاتة وخمسين ده من افضل موبايلات اللي عملت مبيعات عالية جدا في فئة ست تلاف جنيه او مية خمسة وعشرين دولار تقريبا ودلوقتي نزل التحديث بتاعه الريلمي سي تلاتة وستين في نفس الفئة برضو تقريبا فهل في فرقة بين الاتنين وايه الافضل اللي انت تشتريه تشتري السي تلاتة وخمسين ولا التلاتة وستين وسواء اشتريت ده او ده هتستفاد بايه وايه التنازلات اللي موجودة في الموبايلين كل الكلام ده انتتعرف عليه اكيد لكن منساش دعمك بلايك للفيديو اعمل سبسكرا واشتراك في القناة فعل اشارات عشان تابع كل الكلام الجديد ومنساش دعواتكم لاخوتنا بالنصر والسبات واكيد المقاطعة زي ما قلتلكم مقاطعة مستمرة ما تنساش نرجع بقى بمدايا كده لي السي تلاتة وخمسين ولا التلاتة وستين شكل تلاتة وخمسين افكركم به كانت شكل الايفوني شكله جميل جدا بظهر الى حد ما لامع كده مسكته الى حد ما مريحة في الايد بوزن الى حد ما برضو خفيف 182 جرام تقريبا فالموبايل كده من بره شكله الى حد ما لطيف وحلو نفس الكلام دلوقتي السي تلاتة وستين نزل برضو بنفس الترند الشكل الايفوني لكن بملمس مختلف شوية ملمس كده جلد في اللون البلو او الازرق تحديدا مع شكل برضو الايفوني موجود في الموبايل شكله من بره جميل جدا وكويس جدا ومفيش اي تعقبات تقريبا على الشكل الخارجي في الموبايل مازال برضو لحد ما وزنه معقول 187 جرام تقريبا اتقل حاجة بسيطة او 189 جرام والسمك بتاعه برضو كويس 7.7 ميلي تقريبا فالشكل من بره جدا كويس التلاتة وستين ريلمي بتقولك ان الموبايل مقاوم لحد ما امل الصدمات فبتأكد علينا شوية على حيطة الصدمات والتلاتة وخمسين ما كانش فيه تأكيد لكن حتى الان الموبايل التلاتة وخمسين مفيش شكوى منه ان الموبايل مثلا القصر او التنى او حاجة من الحاجات دي اللي بشوفها كتير برضو في موبايلات تانية فمازال الاتنين كويسين لكن الفعلي ان التلاتة وستين ريلمي بتقولك ان الموبايل مقاوم شوية لو جينا شاشة الموبايل فالاتنين الشاشة يعني موجود فيها الوتر دروب نوتش القديم والشكل لحد ما ده متحس ان هي شاشة فيها اتصادية حواف صفلية كبيرة شوية في الموبايلين وطبعا موجود زي ما قلتلك الوتر دروب نوتش وبيوصل بقى النوتش في الحركة الايفونية موجودة اللي هي بتاعة ريلمي استخداماتها هي اللي هي الحركة النوتش الايفوني فموجودة برضو في شاشة الموبايل الشاشة بحجم لحد ما كبير فيه السي تلاتة وستين شاشة من نوع اي بي اس ال سي دي بحجم ستة فاصلة خمسة وسبعين انتش بمعدل تحديث سسعين هيرتز وبسطوع خمسمائة وستين نتس وبدقة اتش دي بس مش فول اتش دي وده على خلاف الشاشة اللي موجودة في السي تلاتة وخمسين اللي حجمها لحد ما قريب برضو ستة فاصلة اربعة وسبعين انتش وبمعدل تحديث برضو تسعين هيرتز لكن الشاشة هنا بتدعم فول اتش دي يعني بكوالاتي اعلى شوية فول اتش دي هي نفس الشاشة الاي بي اس ال سي دي وبسط نفس السطوع تقريبا خمسمائة وستين نتس ففي التلاتة وستين في تنازل شوية في كوالاتي الشاشة في التلاتة وستين اخرها اتش دي اللي هي سبعمائة وعشرين اما القديمة التلاتة وخمسين فول اتش دي فحينها نقطة تفوق لصالح القديم السي تلاتة وخمسين طيب لكن هي نقطة يعني مش جوهرية لكن فيه اختلاف اهو قبلنا نيجي لهم حاجة مثلا البرسير او المعالج موجود نفس البرسير او المعالج في الموبايلين ليونسيك تايجر تي ستمية واثناشر بتقنية اتناشر نانوميتر نفس المعالج القديم اللي موجود في السي تلاتة وخمسين وكان موجود قبلهم في السي تلاتة وثلاثين ونزل في موبايلوك كتير هو برضو ما زال ريلمي مستغلها في السي تلاتة وستين والبرسير اكيد مش افضل حاجة ويعني كان الافضل ان ريلمي تستخدم معالج احدث شوية في السي تلاتة وستين والمعالج ده هو قل شوية من الهيليو جي خمسة وتمانين لو انت عايز تربطه وطبعا الهيليو جي تسعة وثعين اقوى بكتير من المعالج ده فالمعالج اداء هو حلو وسالس وكل حاجة في التلاتة وستين او في التلاتة وخمسين التصفح والتنقل سالس وناعم معك ما فيش اي مشكلة وهيكون حلو للبنات تحديدا اللي عايزها موبايل للتصفح للسيشال ميديا الحاجات دي اما هو فهو مش افضل حاجة لو انت عايز اداء قوي للجيمز مش هيكون افضل حاجة تقدر في الفئة دي تقريبا ودي فئة البيئة خمسة وعشرين دولار او فئة ستلاف ستلاف وخمسمائة جنيه تقدر تاخد من سامسونج الجالاكسي اي خمس عشر ببروسير قوى جدا الهيليو جي تسعة وعشرين هيكون اداءه قوى جدا وتحديدا في الجيمز لكن طبعا مع تنازلات في حاجات تانية يعني السامسونج في تنازلات والريلم سي تلاتة وستين او تلاتة وخمسين في حاجات اقوى منه زي قدرة الشحن زي الشبكات المستقرة زي حاجات تانية كتير مش وقتها اكيد دلوقتي في المقارنة دي فلو بنقارن اداء الموبايلين الاديم تلاتة وخمسين او التلاتة وستين هو نفس الاداء فرق بس بسيط اني طبعا التلاتة وستين نازل باندرويد اربعتاشر اما التلاتة وخمسين كان نازل باندرويد تلاتاشر وطبعا هيجيله تحديث بعدين فتقريبا حتى الان مفيش اختلافات ما بين الموبايلات وعايز اقولك برضو اني مفيش اختلافات كبيرة بين الموبايلين هما تقريبا نفس كل حاجة حتى الكاميرات برضو اللي موجودة في الموبايلين هتلاقي كاميرتين خلفيتين هي كاميرا رأساة بدقة خمسين بتعمل بكفاءة كويسة جدا سواء في التلاتة وخمسين القديم او في التلاتة وستين الجديد بتديك صور لحد ما مرضية على الفئة دي مش احسن حاجة ولا يقال عليها ان هي سهيئة او وحشة وهي موجود برضو مع الكاميرا سيلف بدقة تمانية ميجا بيكسل في الموبايلين بتديك تجربة مقبولة في الموبايلين يعني الخلفية كويسة اما السيلفي مقبولة في الموبايلين فبرضو لو جينا البطارية خمس سلاف ميلي امبير في الموبايلين لكن هنا في اختلاف في قدرة الشحن قدرة الشحن في السي تلاتة وخمسين كانت تلاتة وتلاتين وط ودي قدرة شحن سريعة وحلوة على الفئة دي تعالى بقى الاحلى في التلاتة وستين قدرة شحن خمسة واربعين وط جدا ومن افضل حاجات صراحة في الموبايل هنا قدرة الشحن بتاعته. فدي نقطة برضو كويسة وهنا اختلاف بقى لصالح تلاتة وستين. يبقى اول اختلاف لصالح تلاتة وخمسين الكوالات بتاع الشاشة بيصل الى فول اتش دي وطبعا التلاتة وستين اتش دي بس. اما هنا دلوقتي الصالح بقى التلاتة وستين قدرة شحن. اصرع شوية خمسة اربعين وط بدلا من تلاتة وتلاتين. لكن الاتنين قدرة شحن حلوين قدرة شحن سريعة في الموبايلين. الصوتيات في الاتنين صوتيات مانو سماعات وحيدة مش السيريوس بيكر وطبعا نقطة مش احسن حاجة لكن دي فيها اقتصادية. والموبايلين برضو مش موجود فيهم مايك بتاع عزل الضوضاء والدوشة مش موجود في الاتنين ونقطة اكيد مش لطيفة في الاتنين. وطبعا الموبايلين بدعموا معظم البستشعرات زي التصارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب. وطبعا الموبايلين بدعموا البصمة الجانبية بتعمل بكفاءة قويسة جدا. وموجود فيهم منفل سماعات تلاتة ونص ملي. فانت هنا بقى لو انت بتختار راح تختار ايه? تختار التلاتة وخمسين ولا التلاتة وستين? مبدئيا لو الاتنين في سعر بعض فاكيد تخليك في الجديد التلاتة وستين هيكون افضل لكن فيه تنازل في قوالة الشاشة زي ما قلت لك. لو مش فارع معك هيكون احسن بكتير. وكمان فيه حركات في السوفت وير حلوة في الريلمي سي تلاتة وستين. طيب اما بقى لو فيه فرق سعر فتختار ايه? لو فيه فرق سعر يعني التلاتة وستين اغلى من تلاتة وخمسين فالفرقات زي ما قلت لك هفيش فرقات كبيرة في الاتنين فما ممكن تاخد التلاتة وخمسين وتوفر على نفسك فرق السعر ده. ويخلي بالك طبعا من النسخ بتاعة الموبايل. لان الموبايلات نزلة باكتر من نسخة. هتلاقي ستة جيجا رام مع مية امانة وعشرين وهتلاقي برضو ستة جرام مع ميتين ستة وخمسين جيجا كمساحة داخلية. فخلي بالك من المساحة او من النسخ اللي قدامك. وطبعا انت بقى الموضوع في ايدك زي ما قلت لك. شوف ان هون اللي سعره افضل ويشتريه سواء ده او ده. لان الفرقات ما بين الموبايلين مش كتير ومش احسن حاجة. بس كده ده كان فيديو سريع كده فيديو تعرفي ما بين السي تلاتة وخمسين والتلاتة وستين. ما تنساش لايك والشير لقفاتة للغير. واشوفكم في بديوك على خير. فلعاية الله.